الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه رددوا معي كلكم من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه اللهم صلي على علي العظيم اللهم صلي على ام المصائب نعزيك بهذا القتيل العظيم الذبيح العظيم ما عسانا ان نقول يا ام المصائب ان مصيبتك مقتصرت على استشهاد علي ووفاة ابيك واستشهاد ابيك حطول السن بالبيت بل اتت المصائب متلاحقة الحسن الحسين زينب اولادك عظم الله لك الصبر بهذا مصعب الجلل اللهم عن كل من ظلم سيدتي فاطمة الزهراء في اولادها وبعلها وابيها وبناتها واختصب حقها كسر ضلعها حال بينها وبين رزقها لعنة يستغيث منها اهل النار يا شديد اللهم صلي على فاطمة الزهراء والعنة كل من ظلمها وصادر ارتها وورتها وفجأ علي بها وكسر ضلعها واصقط جنينها لعنة يستغيث منها اهل النار يا شديد اللهم صلي على علي بن الحسين ضام وتعوف المال وش عزها نفسك مو حكا تصرخ حيل وتنادي باسمك ايه يا علي بن الحسين هذا البيت يقوله احد الاخوة في حق بالفضل العباس نحن الان لا ينفع البجر نحن الان ندعو الى نصرة الحسين يا اخوان بالامس انا قلت لكم اهل البصائر اهل البصائر ارتزموها الان ناس اخذوها الدان بالجديد مؤمنين صادقين صابرين محتسبين هذا موقع البصائر اخذوه ناس الان صابرين مؤمنين محتسبين يدافعون عن محمد وآل محمد بقطع اعناقهم هذا الموقع لا يمثل السياسة باي شيء ولا يمثل العلاجات باي شيء ولا يتدخل في الحكومة او في غير قضية سوى انه يدعو الى الامام المهدي نحن عندنا الامام المهدي امام مو هاي المخردلة تطلع من الشارع ويصيحانا امام المهدي عندنا الامام ابن الحسن محمد المهدي ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين مو من هاي تطلع لك يقول لك أنا الإمام قضيته سياسية هو كل ما يسوى له لك والله ما اقدر شي يسوى حتى ما اكوه ما اقدر اشبه به بس اطلع رقم صار ما يسوى شي يعني مصيبة فاخذوه ناس مجاهدين مؤمنين اذا ردتم تدخلونه الى هذا الموقع نعم تغير كثيرا به وهذا ما مسؤول عن العلاجات اذا ايش شوفون ايمن شور بيه للعلاجات كذبوا نفاق هذول ناس داخلين عليه ويريدون يأكلون حرام مثل هذا ابو الناصرية وام الناصرية اللهم صلي على الحسن المجتبى والعنمعاوية ابن الطلقاء اللهم صلي على الحسين اللهم صلي على الحسين الذي لا زال دمه يكتبوا الينا اهل من ناصر ينصرنا بايش النصرة بالعمل بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو المنكر صدقوني لم اجد منكرا اكثر من من السقيفة وامريكا واسرائيل ابدا شوف نفسك انت يجيك واحد يقول لك انا اكره حزب الله ابل صافن اقول لهم تكرههم بالسيارة احيانا انا احب اصعب تاكسي هوايا ما احب استخدم السيارات اللي عندي اقول لي ليش تكره حزب الله اقول له واحد اثنين 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 قل لي انت شنو قل لي انا ايجي فالسؤالة سيلك دولة حزب الله كاتلينا بيك خاطفين اختك يتنفع شافني عبالة اراقي انا راح احش على انا صار ثلاثين سنة مع لبنان ما في اليوم حشيت لبنان ما اعرف اولاد علمتهم اللبنانيين علمتهم اراقي ما اعرف قلت له يا ابني اسمع لو مو حزب الله ونفحت السيد الخميني اعلى الله شأنه عند عرب عزيز مقتدر وقيادة القيادة الحكيمة للسيد القائد عليا الخامنين لك انتو تمسحون احذية لسا نزلني ما يلوق لك الشرف انت اذا تعارك ويا يعرف شا سوي له يعني لان حصلت صغيرة انا بهيك مواضع قل لي يا اخي قلت لك هاي فلوسك اكثر من قائد ما اليوم كامل تشتغل نزلني هاي السيارة نكسب على المصانبين اقل لك كلمة اذا اردت ان تعرف انت متدين اعرف قربك من حزب الله قل لي سؤال انت بحزب الله قلت للا والله لن اكون في حزب الله ولن اكون انا ما اكون بحزب الله قل ليش قلت لاني غريب ويا غريب كن اديب ولكن ادافع عن الحق وجدت في هؤلاء حب الحسين حتى خافا واحد ياكل حرام بيا نحن فاطس عند محمد صادق الصدر مثل اعلى لم ارى في هذا العصر انسان اعار جمجمته لله مثل محمد صادق الصدر انا عند بصيرة واسأل الامام قلشي انا سألت الامام عن محمد صادق الصدر هالقرآن يشهد هيت وجه بوجه وما قلت لشيخ فلاح روح ولا قلت لشيخ باجد وبعده ما طالعوا ما مصلي قلتم سألتوا الامام فتوكلوا على الله وروح اسألوا انا في يوم لا يمجي شيخ فلاح وطلعوا يا لقاء وهو شيخ مرموق ان شاء الله وروح طلعوا يا لقاء هو بن نجد وعلى مستوى عالي الرجل يعني بأحد الاحزاب على مستوى عالي كلش كلش بالخط الاول وروح سألوا 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 سيد عبد المير عبد السيد مير بطوير اللي كان محمد صادق صدر دمعتهم بالبيت بالعزن انا اللي يعرفه ما يعرف الناس هاي الناس ما تعرف ولذلك انا مبدئي فمن حجيته اياه رجال قل لي راح ايد النظر بحساباتي قلت لي اذا واحد ما اذيك من هاي الناس فاعلم والله انه لا ينتمي لهم قل لي سؤال اسألك والله ما امشي اقوم الدقاء على الراس اذا مشيت سمعوني شيح شوياي مؤدب قل لي انت اقنعتني الان بس انت تقل لي انا ما انتمي لهم ولا راح انتمي قلت لي انا عندي شغلي وهم معتهم شغلهم الثاني هم اقل لك كلمة ما اصدق قل لي ايه قلت لي اجيب الكذاب الله اذا ولا يكرهوني كره العمل يعتبروني انا بكاري مسموما قل لي شلون والدافع عنهم قلت لا انا ادافع عن الله مو عنهم ادافع عن الحسين عن الامام المهدي عن الولاية ما ادافع عنهم قل لي وتأرق قل لي شو يكش يكتلي والقيروني لك جزعوني في يوم الايام يعني ما اريد احكي اكتر من هذا الحاجة وانا مسؤول عن كلام مو مسؤول مسؤول عن كلام ما قلت بيهم كلمة موزينة قال هالدرجة قلت لاي لان اعرفهم على حق ولذلك هذا الدم الذي انجب الينا هذه الثلة المجاهدة التي ارعبت اسرائيل وعزتنا كيف لا نقدم لها الحب والتقدير والامتنان ان احبتنا او كرهتنا لا يهم لانهم قدموا بدمائهم باعناقهم بجماجمهم التي اعاروها من سيد عباس الى الحاج عماد الى سيد الفقار الى المجاهدين اللي انا ما تعاطى ما اعرفهم ما اعرفهم من خلال الى راقب حرب حبيبي ما يستحقون التقدير انا ابني ما على الغير شي عاملني يعني انا الان اذا ايران عاملتني مخوش اكره ايران اقدسوها هاي رأي انا الصدريين يكرهون ان يكره العامل وانا اقرب منهم كلهم الى السيد الصدر فهذا يوم حجيت على السيد الصدر يلا هاي كل قيادات من نصها ثلاثة ارباحة من يريد يخابرني بعد عشرة يام يلا يوصل مني ومن يقعد وياي ويطلع مني يسبية عدي عادية اقول هذا يعمل باصلة اردعلمكم وشلون تتعاملون حتى تكونوا شوفون الامام المهدي بس تعملون مثل ما اعمل كل يوم شوفون الامام المهدي تقدرون خوش اذا انت تعرف ما هيسبك ويسب عرضك وتحضنه وتبوسه وتهمس بذنه والله ما استحق تسبية يقوم يرد الوراء والله ما استحق تفشر علي يظل صافن شو قال لك فلان قلت له لا انا ما اعرف فلان انا اعرف داخلك فلا يغيروا الله قوما ما لم يغيروا ما بانفسهم يقوم يدق على رأسه يقل لي سولف لي اقل له واحد اثنين ثلاثة عدك غلط دير بالك مو مهم بالسبني المهم الصلح الغلط حتى تكون متدين انت عدك بصيص نور بي داخلك كبرة لا تظلمه اللهم صلي على علي على محمد على جعفر على موسى على علي على محمد على علي على الحسن العسكري على الامام القائد والرب العظيم المهدي والله السجن هذا نبي ودولا مكسرين يشربون خمر وقتله اذا عندي الصاحب حتى واحد يسألني الاخ ابو مصطفى الله يحفظه يسألني يقول للناس يشكلون عليك ابو علي اقول لهم الامام اقول صاحبكم لان فعلا اصحاب رسول الله ما كذبوا الناس قال لي معلم يا امس من كنت اني اقرأ مجلس الى واني كنت قاعد واني اقرأ يعني اقرأ مجلس وصلت الى لا سنة ولا سنتين يرجعن بعد حسين لا عباس يحميني زنودا مقطعا لشفين ظلوا على الثرانيام ثوب الفخر محتزمين بيمن الوذا بعد بيهم كسر ظهر البين من العزلن بوثاقي هذا العدة تطلب دين قالوا ذول خوارج والكوفة تنظر صاويا اسمعوني اهل الغدر احنا نحكم بالحشر ونملك جنة عدن خلصت اكو بيتين اكو اشرة بيات غير ذني قال لي اتعلم الناس يقولون هؤلاء اصحاب رسول الله والله صدقوا لان رسول الله يختلف هؤلاء اعداء رسول الله الا واحد قلت ومن قال هو علي اخو رسول الله لم يكن صاحب بل كان اخاه اذا الصاحب العدو اما عمار بن ياسر ومن معه خدام عند رسول الله وليس اصحاب رسول الله ما عدى رسول الله صاحب شوه رسول الله صاحب الليل كله والنهار كله ذول اعداء رسول الله الصحبة لان يختلفون بالمنشأ والجنس سؤال واحد ما حام نفسه يوميا نايمين وياه او صاحب رسول الله الها الدرجة عميان يا اولاد العميان لذلك عليكم ان تعرفون الصاحب العدو عدوكم قادم المهدي ان صاحبكم على الابواب الذي هو يقاضيكم عدول ومو عدولكم عدوا لكم ان لم تغيروا ما بانفسكم انكم تستجلبون عداوة الامام المهدي القادم بالزلازل والهزات والفيضانات والتدمير ونقص في الثمرات والانفس ويقينا ان الجوع والخوف ملتحمان اتي اليكم على وجه السرعة نحن نقترب من زلزال اسطنبول وحق الحسين ان الامر جلل وزلزال البحر الذي سيد يدمر اسرائيل ان شاء الله انا لا اعرف توقيتا اخاف من التوقيت ولا اقول غدا ولكن اني اراه قريبا جدا ويجيك فاسد يضحك عليك سنين طويلة ما تقدر توصل خاصة اذا الى علاقة بالامن مو ما تقدر توصل يضحك عليك كلك وذا اجيت ادريل تحركه لو تخاف من عشيرته لو تخاف من مكانت اللي سواها ايه مبروك علينا الدين مالتنا دين هذا دين دين شذابين ابدا ليش هذا الدين صار دنيوي مدين محمد الذي يسعى اليه ولذلك حينما يأتي الامام المهدي يملأ الارض قصطا وعدلا يسوى حزب شيسمه حزب البيتنجان حزب الطماطة لو حزب الله لا حزب الله الذي سيملأ به الارض قصطا وعدلا نحن الان في رحاب الحسين كش الحسين حينما الحسين حينما خرجه لم يخرج عشرا ولا بطرا وملاقي نفسه يموت انا على الروح الى من الى الشهرستان شو كاتب او الى البيتنجاني او الى الخرفاني يعني ذوله ازيد من الحسين عندهم معرفة واحد يقول واحد بالكتابات ما لت ينقل هذا القارئ يقول قال انا اذا رجعت ميت واذا اضلت ميت فخل نمشي واموت احسن في سبيل الله وهذا حتيك هذا معقول هذا الكلام هذا كلام ينب على جهل الحسين محمل برسالة من كان طفل عيسى بن مريم تحمل الرسالة وبطن امه والحسين ما يعرف بوي الرايح ها شلون حتي هذا هذا شلون حتي خوش الحسن ما يقدر يكتل معاوية رادي يشوف احنا شنه هل احنا باقين ثابتين على دين محمد ام نحن سفل ودجالين وكذابين وجدنا سفل وكذابين ودجالين ومنافقين الحسن لو مية ويا صابرة يقضع لمعاوية وابو معاوية وعلي بن ابي طالب لو يا عشر صابرين لما اخذت الخلافة منه وانسبت الى السقيفة البالية عشرة ولكم كافي دجال نشذب على الله حتى بالمنبر الحسين نشذب على الله نجيب روايات بالية وتحاليل ونظريات بالية معدنا قرآن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحب ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دول اهل بصائر يجي الحسين يطلع خايف ويكتب لمحمد بن الحنفية ها شاوين علمكم وين طينكم وين الحسين يعرف وراء ناسه رجل برجل وامرأة بامرأة منذ ان خلق الله الحسين يعرفهم باسمائهم فلان وفلان 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 لماذا هؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عالم الدر ونحن كذبنا ما عاهدنا الله عليه في عالم الدر الفرق حينما تذهب انت محبا للحسين مثل احمد قصير مثل حموت ذول الاستشهاديين الابطال مثل الاستشهادي الفلسطيني هذا اللي كتب الثمانية هذا ما شعله بصيرة من امره هذا عنده شي حلو ما يتردد ما تحتاجت قنعة ما تحتاجت تاخذ رأيه هو رأيه ما اخذ من لي جدام مواسي للحسين مو احنا الكذبين من نقعد يا ليتنا كنا معكم يسولف للاخ ابو علي البصري عن اخ انه بالجهاد يقول كان عنده جرافة ابن عم ابو علي يقول وكان الداعش يتصدى هذا بالجرافة الى كل السيارات المفقخة الله اكبر ماكو سيارة اذا ما يصدى لها هذا الى ان قتل في اخر سيارة يقولولا ليش يا عم احنا ما نحتاج اقلهم لا انا احميكم بنفسي للمجاهدين هذه يحتاج نذكرها واني ان شاء الله اذا اجيت للبصرة اسو تمثال من الجرافة واجيب صورته بنص البصرة غصبا على البصرة المحتارة باسم مسجد الفلاني ومحتارة ما عربيا لحط له تمثال بنص البصرة دولة اثنين انا محتاج احط لهم تماثيل هاي تماثيل توحي للبطولة عبدالله واحد على السكر شيخال فتلة ان الله قسم له حياء ورجعت الى المشخاب والى البصرة ساصنع لهم يذكرهم التاريخ احط المدفع يمه وحط عقالة على المدفع عدنا ابطال يلتحمون مع عاشوراء عدنا ابطال لا يستطيع احدا ان ينسى بطولاتهم على الاطلاق يعني ماذا تقول في سيد عباس الموسى وهي اعلم انه مقطع ماذا تقول في الشهيد القائد البطل عماد مغنية ماذا تقول في شهداء الحجد الشعب الابطال الشهداء الايرانيين العظام والله كلهم طلقتهم بالقصة لان يأبون ان ما يوقفون على طولهم ماذا تقول عن الشهيد البطل قاسم سليماني او وهو يعلم انه ملاقي حفة والدكتور جمال لذلك على الناس ان تعرف بدون الحسين لن نبحر والله ولذلك اقول الحماس بدون الحسين لن تنتصرون لو ايران تطيكم سلاحه وروسيا وتجيبون فوق روسيا امريكا على اسرائيل ما تقدرون بدون الحسين عدكم استعداد تتغيرون ما داخلكم من مرض فالحسين ينصركم ما عدكم استعداد وان اعرف ما عدكم استعداد اشد عداوة على الامام المهدي فانا اللي عندي اشد عداوة على الامام المهدي اجل اساعده عسى يروح كله هو وارضاه انا ما عارف اكذب انا احب في الله وارضى في الله احب في الولاية وارضى في الولاية اشتتصورون أنا ما أريد أدخل في داعش من هجابها وأمريكا وغيرها أنا أقولكم شيء واحد كل واحد يصافح أمريكا عن معلمي يقول عليها أن يعرف أنه قد تبوأ مقعده في نار جهنم لن تنفع له شفاعة الحسين أمريكا أكلف من إسرائيل والربع الآن إذا ما يحبوا الرجل الأمريكي وحمتهم ما يرتاح أنا أطلب من السيد الرئيس سيد الرئيس وزلاء العراق الأنيق أعزيه بمصاب الإمام المهدي وأعزيه بحرق القرآن بمصاب الإمام المهدي أقسم عليك بالإمام المهدي أن تقطع علاقاتنا مع السويد سيد الرئيس مرة واحدة خلنا قضب لأجل الله أنا أحبك فعلا أيها الشاب والأنيق أسيقلوا لي تشبير بالعمر لا أنت أنيق جدا أنا أعزيك بمصاب الإمام المهدي في الحسين كمواطن أنا ما عند شيء أنا مواطن أنا الآن وصلت إلى العالمية بفضل الحسين والعراق ما أشعني بس أنا أنا ما أقدر ما أشوف العراق العراق أبي طالب أبي طالب أبي الحسين عليها فأداري أمرها هذا فضل الإمام المهدي علينا مو إحنا دكتور في زمن القابض فيه على دينه كالقابض فيه على الجمر جمع كل آفات وعاهات الأمم هل يسهل في هكذا زمن الأمر بالنعروف والنهي عن المنكر أسوة بالإمام الحسين عليه السلام في كل زمان؟ لا القضية مع الإمام الحسين مختلفة الإمام الحسين عند ناس من خرج على عبيد الله بن زياد أو خرج على يزيد خرج على موضع بسيط من العالم الإمام المهدي الآن يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن يريد ناس يخرجون على العالم كله من أوروبا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وهذه الثريط قادة قد محصوا بالدين وما زادهم العناء إلا صبرا واحتسابا هذول الناس إذا مرت بهم زينة الحياة ومفاتنها سحقوها برجليهم الآن يا بنتي على مستوى حزب صغير بس يصير بالحزب حتى ناس بعد ذول اليم رجلية ما يعرفهم والله العظيم أقسم لكم بالله أنا كنت أعرف ناس ما أخليهم أستنكب اللي أنا عرفهم ما هذا الآن القائد الفلاني العلاني عظل صافن أقول عمي إياه تعالي أستاذ فلان منتج أنتو يا جلي طيب لك هذا يدير وشة عني منتج أنت خلي واقف بالباط قال لي قال لي قال لي قال لي الناس ما تدري قوش إذا طلعت وقلتم عمي كبيركم الله هذا واحد اثنية ثلاثة من يصدج نحن الآن محتاجين دين الدين هو أن نكون عقائدين لا تأثر علينا الأموال لا تأثر علينا النسوان لا تأثر علينا فلان قضية زينة الحياة مفاتنها نقدر يطلع الإمام باتر وقضية الحسين لا تشبه بقضية قضية الحسين أراد الحسين أن يقتل حتى يبقى الدين الآن الدين موجود لو لا استشهاد الحسين ماكو دين إذن الحسين أراد أن يضحي حتى يبقى الدين للإمام المهدي دكتور قيل للإمام الحسين سلام الله عليه إنما نقاتلك بغضا بأبيك أي أن القصة كلها هي الولاية هل سيقاتل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أيضا كجده الإمام الحسين بغضا بالولاية سؤال كيف يقاتل على ظهر النجف ويقتل سبعين ألف من أهل الطين هذول السبعين ألف قضلوا ناس مئات الآلاف والله إني رأيت المعركة بعيني قلت له شلون قال أنظر يا جماعة نصرة الإمام الحجة إجت من الكوفة من الأطراف الكوفة من الحيرة من الديوانية من ذن المناطق وناس فقرة وهذه الناس الشلايتية تحمل السلاح المعجيب لمدر من يجا يبتك وهذه الناس انتصرت بالفالة والمقوار على دولة دكتور بيختام الحلقة شبتح بتوصل لشيء سلام قادم إليكم فعليكم أن تعرفون من تنصرون من تحبون ومن تعادون ومثل صاحب التكسي عليكم أن تعرفون إن هذا الدين مرهون بأعلاقكم وجماجمكم إن أردتم أن ترون الإمام فالإمام موجود وأقرب من حبل الوريد إليكم وما تبعدكم عنه وتحجبكم عن الإمام رؤيته المقدسة إلا ذنوبكم فأن أصلحتم ما في قلوبكم ستجدون الإمام في دكانتكم ستجدون الإمام في السيارة في الطيارة في الإمام في الشارع سترونه رؤية العين المجردة لا تحتاجون إلى رؤية يخدعكم بها فلان أو فلان والله حينما ترى الإمام أعرف إنك أزحت ذنوبك وأصبح كبصرك حديد فكشفنا عنك وطائك إن الإمام قريب جدا يقينا لا يراه أعمى القلب بل يراه من يكون عنده بصيرة في قلبه لنرى الأحداث القادمات إنها لمهولات والله لتشيب منه الرؤوس الأبطال وإني والله ما قلت شيء إلا على بينة من أمري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر